في طارية زيارة رسمية التي يقوم بها إلى جمهورية النمسا الفيدرالية بتكليف من السيد رئيسي الجمهورية عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اليوم جلسة عمل مع نظيره النمسوي أليكساندر شالنبيرغ خصصت لاستعراض سبل وأفاق تعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين منذ أكثر من ستة عقود وخلال ندوة صحفية استعرض الوزيران ما توصل إليه من نتائج مثمرة وما اتفق عليه من استحقاقات ثنائية وبرنامج عمل تصب إلى السمو بالعلاقات الثنائية إلى أفاق أرحب تعود بالنفع المتبادل على البلدين بداية أشكر الوزير أليكساندر شالنبيرغ على الدعوة وعلى هذه المشاورات المثمرة لقد تم التأكيد خلال لقائنا على رغبة الجزائر والنمسا في تعزيز العلاقات التاريخية بينهما خاصة ونحن نحتفل بالذكر الستين للعلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والنمسا ونحن نعمل على تقييمها ودفعها أكثر واستكشاف فرص التعاون الاقتصادي والسياسي لقد تم الاتفاق على أن مستويات التجارة والاستثمار الحالي لا تعكس الإمكانية الكبيرة الموجودة وقد أطلعت الوزير النمساوي بالمناسبة على عملية التجديد الاقتصادي في الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون وفرص التعاون في مجالات متعددة مثل الطاقات المتجددة والزراعة والسكك الحديدية لقد تمت مناقشة مشروع ممر الساوث كوريدو إثنان لتطوير ونقل وتسويق الهيدروجين الأخضر لقد تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم حول الطاقة المتجددة وإتمام المفاوضات حول سبعة اتفاقية ثنائية وتفعيل المجلس التجاري المشترك ومناقشة مجموعة واسعة من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الوضع في غزة